موسيقى ربعت الرأس يا عدني وللت مفاقر الزمن ربعت الرأس يا عدني وللت مفاقر الزمن صمت صمود شمسان تصدك حافل العفر ربعت الرأس يا عدني وللت مفاقر الزمن ربعت الرأس يا عدني وللت مفاقر الزمن صمودك أدهل الدنيا وساغى المكتل للوطني صمودك أدهل الدنيا وساغى المكتل للوطني رعاك والله مكتسحا شرور الغادر والفتني رعاك الله مكتسحا شرور الغادر والفتني صمودك أدهل الدنيا وساغى المكتل للوطني صمودك أدهل الدنيا وساغى المكتل للوطني رعاك الله مكتسحا شرور الغادر والفتني رعاك الله مكتسحا شرور الغادر والفتني إنها عدن قصة مدينة غيرت مجرى التاريخ وقدمت في العام 2015 أروع الأمثلة في التضحية والفداء لدى المحتلين والانقلابين والمتمردين وموليشياتهم وقفت عدن بشبابها ورجالها ونسائها للدفاع عن كرمتها وارتوت تربتها بدماء شرفا من أبنائها الذين هبوا من كل حدب وصوب للدفاع عنها عن قصة مدينة استوريح صمد أبناؤها في وقت ضابت فيها جيوش في بداية شهر مارس من العام الماضي كانت عدن على موعد مع مرحلة فارغة في تاريخها حيث اشتاحت ميليشيات الحوثي تساندها قوات صالح عدد من المحافظات حتى وصلت عدن استخدمت القنص والحصار والتهجير وقطع مياه الشرب والكهرباء وكل مقومات الحياة بهدف تركيع هذه المدينة ومع سيطرتها على مدينة التواهي حتى عمدت على منع وصول المساعدة إلى النازحين في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية أمام كل هذا الإجرام كانت هناك مقاومات سطرت أروع المراحم البطورية وتصدت بحماس منقطع النظير كبدت فيها العدو خسائر فادحة اليوم وبعد التحرير نفضت عدن غبار الحرب واستعادت نشاطها وحيويتها بشكل تدريجي رغم الألم مشاهد من الدمار إلا أن هناك نشاط مدني أعاد تطبيع الوضع في مناح الحياة في طريق النصر كانت الحكاية حكاية الجريح البطل محمد فتيني من أبناء مديرية البريقة الذين سقطوا في جبهات بعيدة هبوا للدفاع عنها أنا مقاوم محمد علي فتيني حسن وقد أتجاه كنت في البريقة من مقاومة حق البريقة وتجاهنا من هنا حنا وماقد الأصور إلى الكرش في جابة كرش بنساعد أخواننا في كرش وبعدين دخلنا إلى موقع الشريقة وبعدين دخلنا في الشاب حصلنا كل الغام تفكرنا في بو ستة وعشرين داعش الفين وخمسة عشر وانتقل إلى مشفاء طباب الحدود ومقصروا فينا عالقوا احنا والحمد لله وسلحوا لأربع عمليات وعملية ما قدروا نخل فيه الأنسقة ما قدروا نخل فيه من تحت وعالقونه كل شيء قصد في بو تقريبا شهرين وعندما خرج من داخل مشفاء الثاني كنت تابعهم للمديرية حق يوتهم من الصبت وقالوا رحت مكتب القرحة قدمت لمدير مديرية هاي لزيدك قدمت الوراقة عنده كل شيء وهوونا لمكتب القرحة وانا الأخ نوال تابعنا على العلاق برع شيء اللي جاتنا شيء العملية لانسقة وانا ما قدروا سلوهوية هنا أما الرقص قابولي أطباب الحدود رحتوا عندهم وشلاته 16 ألف للصليب الأحمر رقبولي الرقلي الصناعية بس كبس أنا أثرت عليه ما أقدر سمشي فيها من أجل نصر ديننا دين محمد رسول الله وهذا لحو تقابل دين شيعة لا ترضى في من الله ورسوله ونحن قمنا نقل أرضنا ما ينقسهاش قاومنا حتى النهاية قلنا يا نرجع يا الموت يا السلام ونصرنا عليهم يا موتنا مش قصة همشي نموت ونحن شرفاء لين نقسوا هذول الشيعة يقلوا دخلوا في بلدنا يعني وسخ قيل لا اعترفوا بمحمد رسول الله ولا اعترفوا بالله ايش نشيبهم نقاتل حتى اخر قطير من هدوان ونموت مش قصة همشينا ايش ننصر بلدنا بالدين وبالقوة ولا الدول الخليق متعاولة معنا فغسروا والمقاومة انت مقاسر من قبل او لا انا عسكري اول انا كنت عسكري في الدفاع الجوي بس انفصلت يوم الوحدة مسافرت من كتب السهيلي بس فصلوا هنا حرب 2015 قل لك تحمل السلاح من جديد؟ ايوه من اجل ديننا قم شلينا السلاح ليس السلطة ولكن في سبنا السلطة عليكم الناس اللي كانوا موضوعين اثناء المعركات كانوا كلهم عسكريين او الله كانوا لا ما فيش اسم عسكري كلهم غاومة شعبية اسم عسكري كان ما فيش عسكري نسجل نفسهم غاومة شعبية وغمنا قاتلنا وكل شيء اسلنا غاومة شعبية اقنس الرجيننا ورفع حقنا الدولة العظيمة دولة القنوب الحر طيب اكيد تعرف حد من اللي كانوا معك اصيبوه ما عندكش بسهل اي واحد يعني اكثر فيك اللي عندي كلهم ماتوا 16 نفر فقط انا الوحيد استعافونا يعني في اللغم لا فيشعب الغام بس انا قتع في الاخير اللغم مش اللي لنانا قم في الشعر مع الدولة اللي عندهم مع الدخلنش للشعر استعبتنا قال يدي على اللغم ش اللي لنا بيقال يسار حلال المعركة هذي معركة 2015 ابرز موقف انت اكثر اكثر بحياتك والله ابرز موقف انت اكثر بحياتك والله ابرز موقف اما صديقي من هنا اسمه رمزي رمزي المسيكين اول ما اتقهنا من هنا من داخل المديرية وصلنا لمثلة العند وبعدين اشتبكنا حنو العدو واستب في تحت الشجرة تحت المثلة حق البيان اللي بيان وروح الضالع ويدخل لها لحق وصل علينا هنا احنا ما ازناش سبناه ووصلنا روحنا معد رقعناش العيال صاحب المقبوعة مصحب ما رقعوا واصلنا لما من يعني تقريبا من تسعة تسعة 2015 انا واصف فيه لما حداعشة 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 انا وصل العيال رقعوا انا ما رقعتش فقط انك في القبال ما استردت قتلا يمكننا رقع حتى اننا يموت يا انتصر محمد حدثنا عن حياتك الاسرية انت متزوج عندك اولاد انا كنت متزوج قبل واحدة ابعان طلقت عندي اولاد عندي ثين اولاد لو افترضنا انه كل الناس اللي خرجوا ذاتله على اساس انه يكون الجيلة اللي بعدنا يعيش بنعمة وبدين دين محمد عسول الله عشان ذا احنا قمنا لان ايش ما فيش الله معانا غير ديننا وصلاتنا والله سبحانه وتعالى اعطاها النعم اللي دير معانا يجب ان نحافظ عليها وهنا ندخل بدين طير دين محمد رسول الله يا محمد اوصف لي في وقت الاسارة لما اصبت من اجاء حملك من اللي يوصلك الى يعني اسعبك ما احد انا ما اصبت انا ما اصبت احد يعني مشاهدت كما هنا اصبت الامة هنا وانا مصاب ربطت رجلي ربطت يدي اصبت من هنا الامة يجي تقريبا عند الكامبة كل ما اصبت تلفون من كثر الدم التلفون حقيه يضفع ومسحه فحصل نواتي ممكن عيني راحت انا اشوفش الضائعة هنا في عيني كل ما قلت اصل التلفون اقاح السرور انفصل بقاح مسحه ومسحهم الدم واخر ساعة ساعة غريض تقلعب ساعة ساعة موصل عندك المكان فيه تقضيها اصل التلفون اقاسها الصليب الحمار لفيفو العيال وانا قاشل لونه ودونا طباب الحدود وانا بلي شبك الصليب الحمار في الطباب الحدود كما وصلت وصفي المشهد هناك افكان والله ما وصلت هنا ثاني اصبت غدنا لننزف اكثر من خمس ساعة حقيت غدنا يعني ما بين الحيا والموت حتى الاما يقول قالوا لي يوقع يوقع العملية اخوي يعني اخوي ما عرفناش وابن خالتي ما عرفناش فانا قلت له ادخلش انا محمد ما ادخلش اشت وقع وقع ماشي انا بوقع على نفسي اذا كنت تخافوا مسؤولي انا بوقع على نفسي انا رحت جاهز لسبيل الله ما اروحش الناميشان ايه حاقة ثاني انا بوقع على نفسي وصلحوا العملية وقعت على نفسي دخل صنات العملية درت نفسي بعد خمس ايام انت فخورا مباتت الحمدالله نعم وكل جنوب مقاتل يحب ارضه يحب دينه يجب ان يكون يتفاعل انه ايش ما يجيش ناس يجيبو دين محمد اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي باطالة بالخليفة حاربهم وقاموا انه هشو نبي وقاتلهم ما عدنا انه الشباب المقاومة اللي حدنا عادوا بيواصل حتى انهم اقوا بيواصل ويقوموا النساء والرجال يدفع على دينهم لا يمكن ان يخلوه يدخل انكس ارضه عبدالله صالح او غيره او غيره او غير الحوديه نحنا سوف ننزبت حتى انهم قرحة بارقع نصب ثانية مرة حتى نموت ولا انهم يدخلون انكسوا اراضينا مستحيل لهم انهم يدخلوا نحنا سوف نقاوم مقاوم حتى الموت حتى النساء والرجال بيقاوموا حتى على ديننا ولا انهم يدخل فينا ونحنا مستمرين لحد الان حتى انهم نقرحة بنقاطع على ديننا حتى النهاية وعلى ارضنا لا يدخلين القساء حملك للسلاح من اول يوم حملت السلاح عددي الجمهات اللي انا شارك شارك بها وكنت واحد انا كن شارك بس مشكل بالظاهر كن شارك معهم وروح كن شارك شارك معهم في الليل شارك في التواهي شارك في خون بكسر بحي السعادة وشارك في الغلوعة وشارك في شخص حق وشارك في العقب حق عدن وقبل حديث شارك برضو لما دخلنا قبل حديث شارك معهم من القولة لما دخلنا هنا بس كنت مخفى ما كنش منضام لأي احد لأي جباه حتى الحد الان مش منضام لأي كنت كاي جباه كنت راح تسبيل الله انهاء لله تعالى انعشت مع السلامة وفعلا جينا لما هنا وحصلنا المجموعة الشباب صحابنا بعد ما جينا من التواهي انضمت لهم وروحنا سكننا نحارف اسمه ذا في بير احمد نواصل بعد حنطه على الكريش اخر قبه في الكريش انتهثير 26 يداعش والحمد لله حتى لو قلنا حتى بنواصل مش قصد كم امرك امرك امرك؟ امرك امرك؟ امرك امرك امرك؟ امرك 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 اربعة وخمسين سنة موسيقى موسيقى ربعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن ربعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن صمت سمود كمسان تصد كحافل العفر صمت سمود شمسان تصد كحافل العفر ربعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن ربعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن صمودك أبتها للدنيا وساغ المكتل الوطني صمودك أبتها للدنيا وساغ المكتل الوطني رعاك الله مكتسحا شرور الغادر والفتني رعاك الله مكتسحا شرور الغادر والفتني رعاك الله مكتسحا شرور الغادر والفتني رعاك الله مكتسحا شرور الغادر والفتني